الحقيقة برضو خلينا أقول لحضراتكم أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيهنئ لاعبي طائرة الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي ببطولة السوبر وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي النادي الأهلي للكرة الطائرة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة السوبر التي تقام لأول مرة هذا الموسم أشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعب الفريق ورحم العالية والإصرار على الفوز وإسعاد جماهرهم التي تستحق القثير وأكد أن لاعب الأهلي كانوا على قدر المسئولية وحققوا الفوز في جميع مباريتهم بهذه البطولة واستحقوا اللقب عن جدارة مثلما حققه فريق السيدات للكرة الطائرة قبل أيام وقدم عروضا طيبة وحقق نتائج رائعة ويستحق كل التهنئة وشد الكابتن محمود الخطيب على أن الحصول على بطولة السوبر المصري سواء للرجال أو السيدات هذا الموسم يحمل كل عناصر منظومة الكرة الطائرة بالنادي مسئولية كبيرة اتجاه ناديهم وجماهرهم خلال الفترة القادمة والتي تحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز للحفاظ على المسيرة الناجحة للفرق الرياضية على كل المستويات مبروك لكل رجال الطائرة والجهاز الفني ولمجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي الحقيقة دي كانت كلمات مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيهنئ فيها لاعبي على الفوز بأول بطولة تقام وكالعادة دائما النادي الأهلي هو الأول في أي شيء اتجاه نادي الأهلي هو الأول في أي شيء